يسعد مساكن متابعين الكرام يعني نبعث الأمل فيها لكل اللي بيتابعوني معكن مهاعطية أخصائية روحانية بتوقع عن طريق الفراسة عن طريق مهاعطية فقط أي حدا حابب يسأل أي سؤال شو دومين العمل هو توقعات بالفراسة فقط أهلا بكم فيديو جديد على قناتكم أنا وهي هو النجوم لو أول مرة بتشوفي القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل القرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو كثير وله الفيديو عجبكم يريد لايك وكمنتو شيف بداية بدي أقول أنا في لبنان عنا ظهور فيروس جديد ولكنه ليس فتاك نحنا لاحيزهر عنا فيروس كتير ضجة الدنيا وكتير بتوقعين طلعوا حقوا إنه في عنا فيروس هاي إلا الله أعلم إذا روجوله بشكل كتير كبير لا إذا كان في مرة منه استفادة أنا ما هكتير غمق بالكلام رح أحكيهن بطريقة مثل ما أنا معودتكم طريقة مبطنة عشان الواحد يحمي نفسه بالنهاية هالفيروس اللي حيطلع لحيكون قلت لكم أنا هو فيروس اللي حي يلطقت اللوز بشكل كبير وفيه فيروس تاني كمان عم يحكوا عنه عم بيروجوله بلشوا شوي شوي هو هيكون بيستلم الأطفال بيسموه مثل مثل الفريز بيدرب اللسان بتلاقي اللسان مثل حبة الفريز بالظبط كمان هو هيدا فيروس ولكن كل شيء ولو علاج فيه ناس كتير طلعت قالت أنه في عنا فيروس وعنا وباء جديد وعنا وعنا حيرجع يظهر مرض حيرجعوا يحكوا بإنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور وهذا الشي نحنا مرئة علينا بس ما كان أخذ هالضجي الإعلامي الكتير كبير لأنه ما كان فيه سفرات عم بتمول وتروج لهيدا الموضوع ما كان فيه بالون أنه فيه أشياء أخرى لازم تتم فمرئة مرور الكيرام هيدا بالنسبة لموضوع الفيروس تحت تالي تكونوا بالصورة أنه شو اللي جايكن لأنه أنا قلت لكم برجع بعيدة وبكررة أنا سمعت من كذا حدا بيتوقع أنه انتظروا أمراض وأوبئة جديدة ولكنها فتاكة أنا عم قلكن ما فيه منه هالحكي واللي حابب يصدق أهله سهله واللي حابب يصدق هو حر طيب أنا قلت ببدايات الحلقات أنا قلت أنه الشيخ سعد الحريري ما بيكمل رغم كتير أنه قالوا لأ حيكمل أنا بشوفه أنه ما بيكمل المفاجأ أنه لحيكون شخصية جديدة كليا اللي حتظهر ويتم ترشيحها أنا بالنسبة لألي هيك طيب وفيه عنا نائب سابق إلى المنفى وفيه هاديك اليوم الخبر نزل على السوشيال مين أو على الأخبار أنه تم توقيف رصيده وكلكن أكيد عارفينه ولكن أنا بشوفه إلى المنفى والرايح الله أعلم شخصيات كتير كبيرة إلى القضاء شخصيات كتير كبيرة إلى القضاء من كم يوم اسمعنا نحن شي فضيحة عن شكات وعن أمور كتير فاللي جاي بعد أعظم تلفزيون معروف في دائرة الخطر تلفزيون معروف لصاحب رجل أعمال معروف في دائرة الخطر دخان دخان أسود دخان أسود حوله شخصية دينية وتبكي عليها الشعب اللبناني بس نحن دايما نبقلكم نحن عنا الإعلام مغطة الإعلام عندنا نحن كتير مغطة وما بيأثر انهيار ماء غزير هيدا السنة اللي حتكون فيها خسائر مادية كتير كبيرة على سوريا على العراق على لبنان على الأردن اللي حيكون فيه خسائر وسيول بسموها الماء المنهمر هيدا الخسائر اللي حتكون كتير فادحة ومادية وقالله يجيرنا من زلازل وسيلان أو خسائر لبعض بعض الأراضي يكون فيها تلف لبعض الأراضي الزراعية وفيه بيوت اللي هي أصلا قيلة للسقوط لح تتضرر مثل اللي شفناه من كم يوم بسكندرية الله يرحم اللي توفه ثايت لي طالب بالمحاكمة وبردو أنا برجع بقلكن في عندي توقع بيشبه هيدا التوقع ولكن أنا شايلته لتوقعات طبعه الراس السنة لمحاكمة كل الخوانة في عندي أنا إشارة صغيرة على جسر الرينج ما بعرفش القصة بشوف إنه فيه هناك علامات استفهام عليها منرجع منقول انقطاع الانترنت على بعض البلد اللي لمدة ثلاثة ايام نقطع حكات عليه قبل ونقطع وطبعا كان السبب مبهم ولكن هنرجع يتكرر هيدا الشيء بأواخر السنة ببداية كمان السنة الالفين وواحد وعشرين منرجع منفوت شوي على قبل مراع أماركا ما خلينا هوني ببلاد الشام فيه زلزال 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 سياسي بالعراق يطيح بشخصيات دينية والشعب يريد إخراج آخر جندي أجنبي عنده زلزال سياسي في العراق يطيح بشخصيات دينية والشعب يريد إخراج آخر جندي عنده بالعراق الرئيس العراقي يعود ليتصدر ويكشف كل أسرار الحكومة والله يستر من هالخطوها الأردن يدخل في نفق مظلم والشعب يطلب الحقوق والعدالة في هزة أرضية لح تكون كتير قريبة قريبة جدا بالأردن وطبعا بالإضافة مثل ما قلت أنا للسيول الماء بسبب الشتاء والله هالشتاء حيكون قارس وقاصي جدا 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 لدرجة أنه نحن حنحكي في له الشتاء هذا اللي جاي وأنه خسائر لدرجة درجة كتير كبيرة لحتأثر على معظم البلدين طيب في فضيحة أخلاقية لرئيس أجنبي خلينا نضط هلا شوي على الدول الأوروبية ببلش فيها ملحمة بأمريكا وأنهيار الدولار الإرهاب يعود في أمريكا وحرب أهلية وفتن من الخلايا الإرهابية وحنشوف تفكك وليات بأمريكا وفي شغلة بالنسبة لأمريكا قالت أنا الكل قال أنه ترامب لحيفوز بالانتخابات وموفق عندي هذا الكلام أنه ترامب لحيخسر ولحيجي بايدن محله بس لح تترحمه يا شعب أمريكا على ترامب رغم قزارته ورغم تفكيره المجرم أو رغم أنه هو إنسان يعني سفح ما في وصف يليق بقزارته بوسيخته لترامب حتترحمه على أيامه ببايدن بايدن لحيكون الإنسان المتشبس المتسلط لحي يعني هيك على يتسلط على الدول الخليج وإلا الله يسترنا منه نحنا كمان لحيتسلط على الدول الخليج ترامب كلكم تعرفوا رجل أعمال كانت يعني قضى حياته بالتجارة وبزنة زمان معروف راسه ودماغه إنه هو إنسان تجارب تجاراج الأعمال بيشتريه وبيقبضه بيشتريه وبيقبضه ولكن بايدن لحيكون متسلط بده ياخد مصاري من شعب من دول الخليج كافة عموما ولكن من غير أي مقابل بس حشته إنه أنا بقدم لكم الحماية وفي كتير ناس عم تبعتلي وتقلي هل في ممكن أمريكا أنا تضرب على إيران وتشيل تشيل إيران لأنه تمتد ساعتها على العراق وعلى سوريا ونحن طبعا إلا نصيب فيها بلبنان وأنا هيدا الحكي عم أقول لكم يا ترويج إعلامي على السوشيال ميديا وكلام موثوق بإذن الله لأنه ما حيتوصل للقصة يعني في كتير كلام بساعتاك بده يطول الشرح بس أنا من عندي بقول لكم ترويج الإعلامي لأنه أمريكا بده تعمل يعني مثل تخويف لألنا نحن لكل الشعوب لكافة الشعوب إنه إيران هي ما زالت الوحش ولكن أمريكا أمريكا أنت انتهيتي وقريبا جدا جدا لحتقولوا صح فعلا حكيت الدكتورة ونحن ما صدقناها بس هنرجع نتقابل مثل ما تقابلنا بفيديوهات سابقة وقلت لكم أنا بشيل الكلام على مسئوليتي الشخصية وهلأ نفس الشي بقل لكم إنه ما تركدوا وتوهموا حالكم بكلام اللي بيطلع على السوشيال ميديا إنه أمريكا لحتضرب بإيران ولا حتشيله ممكن نشوف بعض الخدع بعض الضربات الوهمية كرميل تحفظ حاله شوي أمريكا لأنه أمريكا فينا نقول إنه الله يسهل له وطارت وإن شاء الله إلنا إلنا نرجع نروح شوي حكينا عن العراق والعراق أنا بشوفه بمطرح من المطارح لحيكون أخذ حق ولحيسترجع والعراق لا تستهونوا فيها في كشوف عن أثارات مادية يمكن هي البترول يمكن هي الدهب يمكن هي الدهب ما حدا بيعرف بس في اكتشافات لا حتتشف بالعراق واللي كل اللي حاطت إيده على العراق كل عارف إنه قداش هي غنية بالبترول وقداش هي غنية غنية بالدهب واللي حاطت عينه وعارف حاله على شو عم بيسنتر بالعراق طيب إن الله يستر يا رب والله لي سبت هالتوقع الله لي سبت هالتوقع اللي هو زلزال كبير يضرب سوريا ومنشوف في ضحايا يا رب الله لي سبت هالتوقع بس للأسف في زلزال طيب أردوغان للحكم أردوغان منك قاعد عائل أنت فايت للحكم وعم تلعب بالمي العكرة وقلنا نحنا ما بنا نخود كتير بمواضيع السياسي بس أردوغان وأحد أقاربه اللي هو الدولار طالع واللي هو عم بيلعب بالمي البسخة واللي هو عم بيصطاد بالمي العكرة من تحت لتحت الكل كاشفك فحرام اللي عم تعمله أنت يا أردوغان هاتمثلية اللي عم بتعمله أنه أنت عم تحيي الشعب عم تحيي الأمة الإسلامية الكلية نحن قريناك وعارفينك من أنت الخلايا الإرهابية اللي عم بتصدرها لهون ولهون ولهون لتبس الفتنة بين الإسلام وإن شاء الله الله ما بيوفقك وما بيربحك اللي أنت عم تعمله وإن شاء الله قريبا من نشوفك بالحكم إن كنت أنت ولا كان قريبينك أنا أول واحدة اللي حكون من الفرحانين طيب انقطاع الحج لمدة ثلاث سنوات على كل الدول العربية بحجة أنه في هذه القصة الكورونا وما الكورونا وما بعرف شو وإن شاء الله يا رب الله لا يسبت وإلا يفتح كل كل أبواب ربنا بوجنا وما يسكروننا إياها لهالقصة هاي طيب في عنا بعض الهزات على بلاد الشام اللي حيلحقها يلحقها كمان نحن حيطولنا منها زلزال كبير جداً بسوريا وبرجع بقول إنه نحن في إلنا هزات والمغرب الله يبعد عنكن الأزى ويبعد عنكن الضرر أكلت الجزائر كنت أنا متوقعت له بزلزال وللأسف وصلني خبر اليوم إنه وقع صار فيه زلزال بالجزائر وتحياتنا لألكم يا أهل الجزائر مصر والعراق في إلنا بعض الهزات والارتدادات اللي حتكون وتترك أثر بالأرض أنا بتذكر من فترة من شي فترة الصيف الماضي توقعت إنه أنا بزلزال وقلت ما زلت مصرة على زلزال بتركيا ولا حيغير جدران البحر من قوة الزلزال وفعلا يا رب يا رب الله سبحانه تعالى يتولينا برحمته وفعلا هذا الشي صار ونفس الشي بشوفه هلأ على المغرب ومصر والعراق ونحن لحينوبنا من الموضوع شوي الله يطلطف فينا ويبعد عننا الأزى وعن كل العالم يا رب الله لا يدر حدا طيب في عنا هون حدث كبير لروسيا وبشوف الرئيس الروسي بوعكة صحية سريعة ما بتخذ وقت ولكن الدولة تعلن حالة الطوارئ الله أعلم شو القصة من بعد الوعكة الصحية شو هي مخبيطنا لبوتين ما بنعرف بوتين حدث غريب جدا ودولتهم بتعلن حالة الطوارئ وكل اللي عم بيسمعوني هلأ كل حدث بيصير انتو كتير بتتابعوا أكتر مني كل شي بيصير بتالكم تبعتو لي موت رئيس عربي بطريقة غامضة أو ملك بطريقة غامضة هيدا الشي ما بعرف شو الوضع ولكن بحس انه طريقته هتكون كتير غامضة لأسباب لن يفصح عنها اعصار كبير في أماركا اتذكروا انه انا قلت لكم أماركا أكلتها وأماركا ما مطولة هيدا البعبع الكبير اللي هي واسرائيل اللي دايما عم يخوفون فيه اجا العو اجا البعبع لح تروحوا ان شاء الله نسبة البطالة لح تكون تتصدر بشكل كبير كتير نسبة البطالة لح تكون بالصدارة ولنشوف لأمتين بدا تنحل هالقصة هاي واكتشاف لمرض السرطان انا حكات عنه حكات عنه بشهر ستة او بشهر سبعة انه بقى بسنة الالفان واربع وعشرين انا حكات عليه من اربع خمسة شهر وهلأ في ناس عم ترجع بتعيد اللي انا حكيته وكتر خير قال الله انه انا كنت اول من توقع بهذا الشي وجد انه فيه تفجير وللأسف صار وموثق عندي هيدا الشي ايران تبدأ بانشاء جيش بمواصفات هائلة استعدادا لدخول السعودية والهدف للوصول لمكة المشرفة الصين تبدأ لحكم العالم بعد سقوط امريكا الصين تبدأ لحكم العالم بعد سقوط امريكا مشاكل روسيا وقوات اليمنية ايضا تريد الدخول السعودية وقلتلكن دايما 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 اي شي بيصير بيصير منهم هني ككبار بيصير من الخلايا او الخوانة الناس اللي بتخون بلادها نحنا هيك حنسميهن كل الخلايا الارهابية الخوانة اللي هي بتوصل اي خراب اي شي بيصير ما بيصير من الا واحد لما بيروح بيخون بلده ودائما ما بيربح اي حدا الا من واحد بيع وطنه اه قلنا مصر فتة طائفية دي وغيمة صودة على الرئيس المصري ما هحكي اكتر من هيك وعلى فكرة هالغيمة مرأت عليها ثلاث مرات مسبقا ورجعت اتكررت وطبعا الاعلام اكيد خفاها ولكن اللي واصل كتير بمصر بالمتابعة الاخبار بيعرف انا شو عم بحكي غيمة صودة على الرئيس المصري اكتشاف اثري جديد غير اللي حكات عنه في اكتشاف اثري ونزلته عندي على الباج انه في اكتشاف اثري لحيكون لمصر وفي اكتشاف هلأ لحيكون على الشاشات ومصر مزدهرة هايدي السنة اللي جاي سنة مصر سنة الازدهار سنة الاعلام سنة كل شي حلو والابتكارات والصناعة بكل شي بمصر هايدي السنة لح تكون لالى مصر لح تنافس التنين الاصفر اللي هو الصين وخليكم تذكرين كلامي اه لنا فيه تفجير بقطر شخصية قطرية قيادية تختفي بطريقة غريبة وفيه كذا تفجير لحيكون بقطر لحيزعزع من المنطقة بشوف فيه خوف على على امير المنطقة وعا قطر يا رب ما يسبت هل التوقعات بس انا بحب لكم نحنا متل ما كنا حكينا انه نحنا انا عطيتكن هلا مقتطفات سريعة جدا جدا كانت معكن ما هعطيه متوقعة عن طريق الفراسي وطبعا انا ما جبت لكم اليأس ولا جبت لكم الكائبي وما قلت لكم حتموتوا وما قلت لكم في مرضوا ولا قلت لكم في شي قلت لكم نحنا الحياة حلوة ولازم نعيش وبتستحق انه نحنا نعيش ونحارب جرمالي نعيشتول ما فينا نفس انبسط معكن تابعوني قريبا جدا 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 تصبحوا على الف خير